طيب حضرتك طالبت بإلغاء الكتب الخارجية والفجالة وإلى آخر ماذا عن الكتاب المدرسي؟ الكتاب المدرسي فقى أنا طلبت وقتها إن إحنا نقلفه في إطار إبداع إزاي؟ إنك أنت تعرض أي علم تعرضه في إطار تاريخه يعني إيه في إطار تاريخه؟ تاريخ العلم أيوة تاريخ العلم زي تاريخ الكيميا تاريخ الفيزياء أيوة بالطبع مش الكيميا أو الفيزياء لا تقول تاريخ الفيزياء تاريخ الكيميا الفرق إيه بقى إنك إنت لما تتيجي تتألف كتاب في الفيزياء بترص القوانين وتطالب الطالب إنه يحفظها أنا بقول هذا خطأ أنت تربط طالب على إيه؟ على إن هو يشوف إزاي العالم أبدع النظرية بتاعته عشان تشرح له إزاي أبدع العالم لازم هتدخل إنت العالم في ثقافة عصره وإن الثقافة في عصره كانت في أزمة وعشان يحل الأزمة عمل إبداع وعمل نظرياته كده الطالب يتزوق العلم هدي لك مثال أنت مثلاً تيجي تقول قانون الجاذبية مثلاً هتقول للطالب القانون الجاذبية عبارة عن سخوط الأجسام إلى أسفل بفعل الجاذبية الأرضية طب الطالب بقى مش فاهم إيه حكاية الجاذبية وجاية منين وإيه اللي خلى نيوتون يوصل لحاجة زي كده ده اللي يهم الطالب عايزة عرفه فلما تشرح له بقى إزاي نيوتون أبدع قانون الجاذبية أوه بنت حتخش في تاريخ الثقافة تاريخ العصر بتاع نيوتون وإيه الصلوبات اللي وجهها نيوتون عشان يوصل إلى هذه النظرية تيجي أنت بقى تختصر كل ده وتقول له إيه أصد فيه تفاحة وقعت على دماغ نيوتون فجرت فيه قانون الجاذبية شفت الخرافات كده إنت قتلت اللي بدأ طيب بعدين تيجي تقول له هل القانون بتاع نيوتون واجئ أزمة تاني هتقول له أيوة واجئ أزمة عند أنشتاين نسمي قانون السبعة عشر فضل مستمر قانون الجاذبية لغاية القانون العشرين قانون العشرين أانشتاين قال لا ده فيه تناقض في قانون الجاذبية إنه بيعلم سخوط الأجسام بعمل واحد فقط اللي هو الجاذبية الأرضية القوة الجاذبية يعني الأرض فيها قوة جاذبة تجذب الجسم إلى أسم لا فأانشتاين قال لا مش مزموط لأن القوة الجاذبة دي خرافة أنت لازم تقولي بالضبط عبارة عن إيه هو بقى وصل إلى أن القوة الجاذبة مش قوة جاذبة هي المجال الجاذبي مجال الجاذبي يعني إيه يعني أنك أنت عشان تعلل أي ظاهرة لازم يبقى فيه عوامل كثيرة عشان تفسد عند نيوتو كان عامل واحد الجاذبية قوة الجاذبية المهم أنا كنت لما تيجي تمتحن بقى الطالب ويكون الكتاب في هذا الإطار الطالب مش محتاج يحفظ لأنه استمتع بالقصص شوف الوزير الحالي فعلا يعني منشغل بالإبداع وعايز يقلل من التذكر وبيعمل مجهود يعني فيه عوائق مش مهم العوائق لكن أنا يهمني بقى الحقيقة في المسألة دي أنه لازم نفرق بين التفكير والمهارات ومهارات التفكير يعني أنت يبقى عندك تفكير إبداعي كويس عندك مهارات في الحالة دي إذا أنت فصلت المهارات عن التفكير الإبداعي غير موجدي لازم المهارات تبقى بإطار التفكير الإبداعي دي مهمة في إيه بقى أنك تركز على تغيير الذهنية بتاعت الطالب من ذهنية غير مبدعة إلى ذهنية مبدعة إذا أنت عملت تغيير في الذهنية ممكن في الحالة دي يبقى فيه مهارات يمارسها الطالب من ضمن المهارات أنه إزاي يستخدم التابت ويستخدم الإلكترونيات دي ما تتعملش إلا في إطار تفكير إبداعي يغير الذهنية